مَدَدْ يَرِجَالَ اللَّهِ عَوْدِ اللَّهِ الْشَيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، والله الحمد أيها المؤمنون نحن عبيد لله مؤمنون مسلمون الحمد لله، عبد آجز من يسأل من صاحب الوقت عون والأمان ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، والله الحمد بسم الله الرحيم عبد العاجز نذكر فذكر فإن مذكر رأس فأقول المؤمنين كلام الحق فذكر. عبد العاجز حسب طلب المؤمنين نقول اتباعاً لحضرة الرسالة حيث يقول الدين النصيحة. أول الأمر أنصح نفسك. عز نفسك. فإن استعارت تنتفع أنت والسامعين تنتفعاً لحضرة الرسالة. عز نفسك. الله أكبر. الله أكبر الأكبر. عز نفسك. عز نفسك. عز نفسك. الحق فإن احزت فاعز الناس. إذا يسمع منك ويقبل نصيحة من الوعظ نفسك فأعيذ الناس . هذا المقدمة ، عبد عاجز . اتباع لحضرة الرسالة الدين النصيحة . حيث يقول عيذ نفسك فإن استعادت فاعيذ الناس . لو يقبل نصيحة نفسك فاعيذ الناس . وإلا هذا نصيحة لا ينفع . لا تنفع . نبي آخر الزمان . عليه أفضل صلاته وتسليم . نبي آخر الزمان . وهو أخبر ما مدى من الأقوام السالفة بأمر الله جل وعلا . في القرآن العظيم . أخبار المتقدمين من الأمم . ما وقع لهم . وينصح للبشرية جميعا أن ينصحوا . حيث يقول لبي عليه الصلاة والسلام . الدين النصيحة . الدين النصيحة . هناك كلمة قد ورت في قلبي . سبحان الله . علماءنا لابد أن يعرفوه . يعرفوها . إنسان لا يكون هو مدير لإنسان . مدير يعني إدارة . إدارة . إنسان لا يمكن أن يدير إنسانا بنفسه . لأنه ربما يكون نفس الإنسان إن النفس لا أمارة بالسوء . إذا ما تربى الإنسان بتروية سماوية لا يؤتمن عليه . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي فعسنة تهديدة . والرسول صلى الله عليه وسلم إنسان لا بد أن يتأدب ب أوامر سماوية الذين نزلت من السما على الأنبياء عليه وسلم وآخر نبي آخر الزمان يقول أدبني ربي فعسن تأليمي. فالإنسان إذا يسأل عن سعادته في الدنيا والكرامة في الآخرة لا بد أن يتأدب بأدب نبي آخر الزمان. كلمة إنسان لا يمكن أن يدير إنساناً. أنت إنسان وأنا إنسان. لا يمكن أن تديرني بهواق. لا يمكن. إلا إذا كنت أنت مؤدب بأدب السماء بأدب نبي آخر الزمان هذا الوقت أنت تدير الناس حيث دارت بهم نبي آخر الزمان. دارت بهم نبي آخر الزمان. لا يمكن إنساناً. إنساناً. لا، إنساناً. كلمة إنساناً. والناس لابد لهم أن ينقادوا أوامر نبي آخر الزمان. وقت ترك امتصال أوامر نبي آخر الزمان قد فشلوا وانهزموا. ونتيجة الانهزام يكون خسراً في الدنيا وفي الآخرى. أيها المصريون أنتم تبعون أنكم عالم الناس بدين الإسلام. عجائب إذا كان أنتم عالم بأمور الإسلام أكثر ممن كانوا أولاً وآخراً يجب أن تتبعوا. بدون تعرفوا إنسان لا يكون إنساناً. قيادة الإنسان من السماء. إذا انقادوا بشر في الأرض قيادة السماء ذاك الفوز فقد فازوا فوزاً عظيماً. دعوا فقد تركوا وانغلبوا فانغلبوا فانغلبوا أشر الناس أذناهم أحكرهم وأجهلهم. فرساً . أيها المصريون أول شيء الذي تعرفون أن بلاد الإسلام من الأول العهد من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإدارتهم من السماء وليس من الأرض ، من السماء وأمر السماء قد فوّد إلى ملوك الذين هم منصوبون لأوامر سلطان السماوات والأراضيين أرى المصر اليوم ليس فهمنا أي شيء وهم يظنون أن يظنون بالرأي ندرد انتخابات ينتخب الله أكبر الله أكبر الله أكبر تركوا تركوا أمر السماء واتخذوا طريقاً آخر على هواه والمشهور خبر من اتبع هواه فقد هدك أهل المصر يدعون أنه علماء عالمين وتركوا أهوامر الله واتخذوا سبيلاً آخر على حسب هواه وإذا لن ينجح أبداً هؤلاء الخوف لو أربعين مرة انتخاب لا يوجد نتيجة لا يوجد خير ودعاء لأهل المصر ودعاء أن يتركوا أن يتركوا أن يتركوا أوامر الحق جل وعلا ما افتخذوا سبيلاً آخر أن يتركوا المسؤولية الكبيرة بمن يقدم نفسه ويدعي أنا بحث أن يرتب أمور الناس أكثر من الآخرين كلا بل هو كذاب كبير أن يتركوا أن يتركوا أمر الله حيث يقول استعيذ بالله يا علماء يا أهل مصر الله جل وعلا يقول حق سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هون كافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المنافقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون منافقون فاسقون كافرون الذي سوء هؤلاء القوم الذين يركضوا ورا انتخابات فأولئك هم المنافقون لأن يكون إما كافراً أو فاسقاً أو منافقاً كيف ينجح طوال يجادلون الله ينكرون آيات الكريمة ، وهم يتخذوا طريقاً أخرى طريقاً آخر ، كيف؟ ولذا يبشرهم من الآن أنهم لن يفلحون بما فعلوا لأن كل ما فعلوا ضد أوامر الحق أوامر القرآن العظيم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يجادلون ، يحاربون مع بعضهم نفسهم ، لأن كل هؤلاء المنتخبين متبعين هواهم ، ومن اتبع هواه فقط هلب. أما الله جل وعلا اقام سلاطين على عباده وقد وردت في حديث أن السلطان ظل الله في الأرض تمكيناً. سلاطين مؤكدين سلاطين هم مؤذجين ومكرمين وكذلك وراهم أمر السماء وهم يكون على الدوام بالأفق. مستوى الأولى. هذا القوم الذين تركوا وسلكوا طريق انتخاباتكم أراضي للناس. حيث يقول النبي عليه السلام أخبر أنه سيأتي الزمان يكون في الناس أراضي للناس. لا يفلحون لا يفلحون لا يفلحون ويبشروا هؤلاء القوم بالحشل أولاً وآخراً والناس أصبحوا جهلاً متبعين 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 تركاً شطاً حتى حتى جاء من طرف عذاء الإسلام من اليهود والجهود واتبعوا واتبعوهم فرزاهم لن يفلحوا السلطان ذل الله في الأرض بدء يكون سلطان يحكم العباد بأمر الله بموجب سنة رسول الله فلهم الفلاح في الدنيا وفي الآخر فإلا قد خسيروا ويقول إنسان لا يمكن أن يدير إنساناً نفس القيام من طرفين لا سلطان لابد للمسلمين أن يكون لهم سلطان وإلا جبابرة هذه اللي هياهم الله الشيطان لتخريب طريق الحق دين الإسلام فعليهم غضب الله فعليهم غضب الله نعوذ بالله من غضب الجبار أيها المسلمون في مشارق الأرض والمغاربية وإنساناً إتخذوا سلطاناً الذين يعملون بأمر حق القرآن العظيم وبالشل المتين تفلحوا وإلا تنقرضوا وتزولوا من الوجود تكونوا لن يفلحون نصيحة الدين النصيحة إذا في غلط من هذه الكلام فليشير علينا أهل العلم بمصر وإلا هم بدوا يكون خامل مسؤولية عظيمة في دنياهم وفي آخرتهم في دنياهم لا يكون عندهم لا يبقى شرف أبداً ولا تقدير من طرف الحق ومن طرف الحق وإلا لابد أن يكون سلطاناً والنبي عليه السلام يقول أعطي كله بحق الحق أعطي حقه حق كل من يكون عنده حق فإلا حق ما يمكن أن ينصلب من طرف واحد إلا سلطان يكون من أمر السما من طرف الله عز وجل يشير في القرآن العظيم يا ماشا للجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أكثر السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان تفهموا؟ تفوزوا إذا ما تفهموا فعليكم غضب الله في الدنيا وفي الآخرة غضبوا وعذابوا عليهم نعوذ بالله يا ربي فلا تكرنا إلى أنفسنا طرفة عين والآقل فلا أقل الله جل وعلا يعفو عنا ويعطى لنا من يصلح أحوال الأمة فإلا ذلك الذل يريد أن يدوم إلى يوم القيامة نسأل الله العفو والعافية وشفاة الرسول أن يدركنا بفضل من أنزل عليه القرآن العظيم فاتحة النقد هم نقطة من البحر أكثر ما يتحمل الناس فافهموا يا أهل العلم فانطبقوا أوامر الإسلام دين الإسلام وأعتاموا الشريعة فإن لا تكونوا تحت مسؤولية فقيلة فنع وهناك. أستغفر الله لي ولكم. ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. فاتحة. فإذا بدأنا ذاك الإلحام أن الإنسان لا يقود الإنسان. لا. إنسان له شرف. إنسان ليس عيوان. عنده شرف. ولذا إنسان لا يقود إنسانا. إنسان خيالة بيدي صاحب رسالة المطلق سيد الأولى والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازرقنا يا سيدنا. فاتحة. ازرقنا يا سيدنا.